موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أحبة المشاهدين وكل عام وأنتم بألف ألف خير أعاد الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم بالخير واليمني والبركات يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا إلى كلمة سوا صدق الله العلي العظيم المأثور المقدس عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت والصحابة الأجلاء مملوء بأهمية وقيمة الحوار أذكر ما قاله الإمام عليه سلام الله عليه يقول اضرب الرأي بعضه ببعض يتولد منه الصواب وامخذ الرأي مخذ السقاء بالتالي ضرب الرأي بالرأي هو عبارة عن حوار ونحتاج دائما أن نمخذ ما لدينا من آراء كما يمخذ السقاء وصولا إلى زبدة المضمون في هذه الحلقة أيها الأحبة نحاول أن نثير موضوعا في غاية الأهمية الحوار مع الآخر ما الحوار ومن هو الآخر هل الآخر مشروع للذبح مشروع للإقصاء وأنه مشروع للحب والتكامل هذه الأسئلة نحاول أن نعرضها ونوجهها إلى ضيفي أداء في البرنامج سماحة الشيخ أحمد سلمان مدير مركز أهل البيت للدراسات في تونس حياكم الله حياكم الله وبياكم وتقبل الله أعمالكم وأعمالكم إن شاء الله فلنبدأ بتميان أهمية الحوار وموقعية الحوار في المنظوم الإسلامي جميل جدا أنكم ضمنتم مقدمتكم آية قرآنية القرآن الكريم إذا أردنا أن نعبر عنه بتعبير آخر غير التعبير المعروفة والمأثورة نقول هو كتاب حوار جميل لما نطالع القرآن من أوله لآخره نجد أن هذا الكتاب قد وثق لنا حوارات كثير من أهمها وأعظمها أعظم هذه الحوارات والتي وثقت في صدر القرآن في بداية القرآن حوار الله عز وجل مع ملائكته إني جاعل في الأرض قريفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ونحن إلى آخر عندنا حوار آخر وهذا حوار أعظم بين الإله الواحد الأحد وبين إبليس القرآن وثق هذا الحوار إبليس جاء محاورا معطرضا على الله عز وجل خلقتني من نار وخلقته من طين كيف اعترض على هذا؟ وهكذا نقل عشرات من حوارات الأنبياء بل القرآن أعطانا بعض الصور الحوارية التي هي أشبه ما يكون بالمثال قدم أمثلة حوارية فالقرآن من أوله لآخره مشحون بالصور الحوارية التي هدف منها الأساسي هو تربيتنا على جغة الحوار لطيف هذا المعنى حتى هذه الآية القرآنية التي تقول قل هات برهانكم إن كنتم صادقين هذه دعوة إلى تبني الحوار وأحسنتم عندما اختصرتم الموضوع وقلتم القرآن الكريم هو كتاب وحوار بالتالي ربما هذه بسيطة وحجة ودليل رغم وضوحه بالإمكان أن يكون دليل كامل وواضح لمن يقول بأن الإسلام لا حوار فيه والإسلام دينه خرافة وهبجية وعنف ورعب وبالتالي كيف يكون القرآن كتاب وحوار وهو يدعو إلى هذا العلم طيب الآن عندما نريد أن نتحاور طارت أن نتحاور مع أنفسنا نتحاور مع الله الشيطان كما قلتم دخل في حوارية مع الله ثم نتحاور مع الآخر ربما لازمة كبرى في عصرنا هو كيفية التعاطي مع الآخر بدءاً منظومة الآخر هي منظومة مترامية الأطراف الشرق له آخر هو غرب والغرب له آخر هو الشيطان أو الشرق حتى في المنظومة الإسلامية مذهب ومذهب مسيح فيما بينهم وما إلى ذلك الآخر مختلف مختلف نختزلها في التعبير بالمختلف إذن ما الآخر؟ هل هو أنسقة عقدية؟ هل هو تحول مفاهيمي؟ هل هو أهديولوجيا؟ مشروع للذبح؟ مشروع للإقصاء؟ ما هو الآخر؟ جميل ركيزة من أهم ركائز الحوار هو الاعتراف بوجود الآخر والاعتراف بأن هذا الآخر له الحق في الوجود جميل أعترف بوجوده وأعترف بأن هذا الموجود المختلف له الحق في الوجود التطرف والإرهاب والقتل والذبح يبدأ من هنا عندما أعتقد أن الآخر ليس له أصلا الحق في الوجود وإن وجد فتكليف الشرع الإلهي هو إبادة الآخر إذن أغلقت باب الحوار بمجرد أن نقول أنه لا يوجد آخر بختلف بعدنا كلامة عن وجود حوار الركيزة الأساسية هي لا بد أن ننطلق من الاعتراف بوجودي وحق الآخر في الوجود الآن أي طرف إرهابي متطرف مهما كان قد يكون مسلم قد يكون غير مسلم لأن الإرهاب قد يكون ديني سياسي اجتماعي اقتصادي دائما الإرهاب يبدأ بثقافة الإقصاء هذا أن الآخر لا بد أن يقصى ليس له الحق في التعبير أو حتى ليس له الحق في الوجود طيب يعني ثم تقول لفولتير يقول إن لم تؤمن سيعاقبك الله ثم تتحول الجملة إن لم تؤمن فإني سأقتلك ولكن كلامك الذي مضى قبل قليل ذكرني بما قالته البلغارية جوليا كريستيما لديها كتاب عنوانه غرباء في دواخلنا وتقول الغريب يسكنني على نحو الغريب فإذا كان الغريب في داخلي وهو آخر فكيف لا أقبل الآخر وهو في محلتي مستقل عنه وهو في مدينتي بالتالي نحن نحتاج إلى آلية للتعايش مع الآخر بالتالي أنا كيف أستطع أن أخلق مجتمعا مؤمن بالحوار ويقبل الآخر جميل لا بد أن نعلم أن الحوار هو ثقافة ثقافة مجتمعية لا بد أن تغرس في المجتمع هذه الثقافة يربى عليها المجتمع من الصفر يعني من يوم يكون الإنسان طفل صغير يربى على ثقافة الحوار وبالتالي هنا سننتقل إلى الحديث عن أساليب التربية هل أنا أسلوبي في التربية عمودي أنا آمر والابن يطيع وينفذ دون أي اعتراض ودون أي مناقشة أو لا أنا أعطي مساحة للمناقشة والمحاورة مع الأبناء بحيث أنمي فيهم ثقافة الحوار وأغرس فيهم هذه الملكة فالحوار أو ثقافة الحوار هو مشروع مجتمعي مهم جدا أن نؤمن به ونبحث عن أدوات لغرس هذه الثقافة في المجتمع ما هي هذه الأدوات؟ الأدوات أولا العائلة أساليب التربية تدخل فيها ما ينمي ثقافة الحوار هل أنا أربي الأبناء بنحو الأمر والنهي؟ أولا بنحو الحوار المفضي إلى اختناء أحد الطرفين أو بين بين بالنهاية لابد أن تكون لك مساحة حوار التعليم التعليم الأسلوب السائد للتعليم التعليم التلقيني يأتي الأستاذ يتكلم 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 الطالب يسمع ويحفظ ويكتب ما حافظه في حين أن هناك طرق أخرى للتعليم تقوم على أسلوب العصف الذهني حوار نقاش ثم ننتج المعلومة مع بعض إذا استعملنا الأسلوب الأول في التعليم قتلنا ثقافة الحوار طيب لكن لو استعملنا الأسلوب الثاني نمي في العلاقات المذهبية أنت بين خيارين إما أن تقاطع الآخر وكل يعيش في مدينة محصنة أو أن فتح على الآخر وأجعل بيني وبينه جسور تواصل أدوات هذه الجسور الحوار طيب قبل أن نأتي إلى الحوار الأديان هذه المنظومة الكبرى التي دائما نحتاج إليها وأن نفيد فيها يعني ذكرت الأدوات نحتاج إلى أن نقف عند أسس الحوار الناجح هذه التي ذكرتها هي أدوات توصل للحوار لكن ما هي أسس الحوار الناجح جيم أول أساس وهم أساس في الحوار أن يكون له غاية وهدف هناك مصطلح يستعمل يقال هذا النقاش بيزنطي لماذا يعبر عنه بالبيزنطي؟ لا فائدة فيه حوار لأجل الحوار نقاش لأجل النقاش وبعض الناس طبع فيهم يعني هو يرى أن وجوده وكيانه يقوم على الاعتراض على الآخر حتى لو قلت له صباح الخير يعترض يعترض على طريقة النطق يعترض على سرعة الكلام يعترض على ملاء بالنهاية لا بد أن يسجل اعتراضه ويدخل في حوار الحوار لأجل الحوار لا قيمة لا إنما المطلوب هو أن تكون هناك غاية من وراء هذا الحوار قل هاتوا برهانكم هل المطلوب فقط لتعمل برهان؟ لا إن كنتم صادقين يعني نحن نبحث عن الصدق نبحث عن الحقيقة فلذلك نجأنا للحوار الحوار هو وسيلة وليس غاية إذن الهدف هو أساس نعم لكنه ليس الوحيد ليس الوحيد عندنا أمر آخر مهم وهي أسلوب الحوار كيف أحاور؟ ما هي أدوات الحوار؟ لا شك أن الحوار لعله عنده حدود إذا تجاوزتها شعرة بمقدار أنملة سنتحدث عن عراق طيب محاورة تتحول إلى ملاكمة تتحول إلى مصارع الحوار له آدابه وله أساليبه التي لا بد أن تحطر لطيف هانت كين وهو صاحب كتاب المقاييس العالمية للأخلاق يقول الحوار المنتج له شرطان يقف عند الصراحة ويقف عند التضامن جميل وتحت هذين الشرطين يكمل الكثير من الكلام جميل أنه وقال يقف عند الصراحة لأنه تجاوز الصراحة وتحدثنا عن هذا المعنى نعم تجاوز الصراحة يحولها إلى وقاح ولكن في بعض الأحيان هذا الذي غطيته لا ينفي وجوده سمعت الشيء أنا عندما أغطي شيء لا ينفي وجوده يبقى يشتغل وقبل حلقات ماضية تحدثت عن المضمر النفسي وهذا المضمر سيبقى ويكون ظاهر وبالتالي يبقي هناك نار مختفية يخفيها الجم إذن الصراحة ولكن أسلوب عرض الصراحة القرآن الكريم فيه إشارة جميلة هي إشارة خاصة بالحوار الدين لكن ظاهر الأمر أنها تأسيس لكل حوار كل حوار لا بد أن يوصف بهذه الصفة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن جعل هذه الأمور أو السبل الثلاثة في الحوار أنا أعتقد أفضل سورة قرآنية للحوار التي تتحدث عن الأسلوب وتبين لنا كيف نحاول هي في الخطاب الإلهي لموسى عليه السلام وهذا اذهب إلى فرعو شوف الارتفاع فرعو إنه طغى فقول له قولا لينا شوف هذا التفاع طغى أعلى درجات الطغيان أنا ربكم الأعلى قولا له قولا لينا طبعا تمت التفاة ضمن هذه الآية اذهب إلى فرعون إنه طغى لم يقل اذهب إلى فرعون لأنه لا يؤمن بي طغى يؤثر في المجتمع ويفسد طغيانه لذلك أول تعريف لفرعون في السورة والاستطرات جيدة ماذا قال القرآن إن فرعون على في الأرض على في الأرض أول شيء العلو في الأرض هذا العلو جعله يستضعف أهلهم يفرقهم شيعا يقتل الرجال يستحي النساء فالظلم وأخطر شيء هو الظلم وما أدراك أحسنتم سمحت الشيخ بعض الفاصل الذي يكفو ظلم نفسه فعلا لكن الذي يؤذي الناس ظلم غيره لذلك قيل اختر أن تكون مغلوبا منصفا ولا تختر أن تكون غالبا ظالما الله وهو القول لإمام عليه عليه السلام لكن في المعادل النوعي يقولون إن يوم العدل على الظالم أشد من يوم الظلم على المطلوب بعد الفاصل نقف عندما قاله أندريم مالرو الذي قال إن القرن الحادي والعشرين هو قرن الأديان بامتياز ولا سلام بين الأديان دون حوام بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود إليكم من جديد أهلا بكم أحبة المشاهدين وجزء الثاني من هذا الحوار في برنامج حوار حسن مع ناجي حسن لمن فاته متابعة الجزء الأول تحدثنا وعلى نحو سريع ومكتف عن أهمية الحوار وعن الآخر ومن هو الآخر مع ضيف الدائم سمعت الشيخ أحمد سلمان من تونس أصحاياكم الله مرة أخرى إياكم الله وبياكم تحدثنا بالبدء إجمالا عن موقعية الحوار داخل المنظومة الإسلامية وربما قد يقول من اليقين أن هناك ورود لحوار الأديان داخل الإسلام أو في المنظومة الإسلامية عموما حوار الأديان ورد تمت الإشارة إليه في القرآن الكريم واضح فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم في القرآن يتحدث عن حجاج صار بين النبي صلى الله عليه وآله وبين أتباع البسيح عيسى بن بريم عليه السلام والذي انتهى بالحادثة المعروفة تاريخيا بحادثة المباهرة فيوجد في القرآن عدة نماذج إلى هذه الحوارات قضية نبي الله إبراهيم في القرآن نقل لنا محاججة طويلة له مع قومه ومع ذلك الحاكم الظالم نمه لكن أنا أعتقد أن القضية بقيت في إطارها الفردي ولم تتحول إلى مشروع أنا أؤرخ لبداية الحوار الأدياني كمشروع حقيقي مع الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كيف؟ في المؤتمر الذي عقده المأمون في بلاطه واستدعى كل أهل الملل والنحل الأخرى لمحاورة الإمام الرضا عليه السلام هذا المؤتمر لعله تاريخيا لا وجود لمؤتمر أقدم منه يجمع أديان مختلفة وملل ونحل مختلفة وتناقش في ظل حضية مطلقة يعني أسئلة أنا أنصح المشاهد بمطالعة هذه المواية الطويلة وأن كان في العام الأغلب عادة تشاهد في التلفزيون في مسلسل الإمام الإضاء نعم لكن واقعا أسئلة القوم كانت جريئة جدا هذا يدل على أن الإمام جعل الحوار بلا حدود تخيله ويعرف أن هذا ابن رسول الله ويقول له ما الدليل على أن محمد رسول من الله هذه عادة جرأة لا تستعمل في مثل هذه المواد فالبداية الفعلية لحوار الأديان أو لفكرة حوار الأديان كانت مع الإمام الرضا عليه السلام نطيف هذا السؤال الذي استشهدت به هو يؤكد ما قاله هيلسون من أن الصراحة هي شرط من شروط الحوار الناجح وبالتالي المسألة متعلقة بكيفية الإجابة وبيّنها الإمام علي بن موسى الرضا علما أن هذه الحوارية لم تكن معه ناس عاديين بل علماء الأديان ورؤوسهم ومنهم عمران الصابق على سبيل المثال هذا شخصية ظلمها التاريخ لم يتحدث عنها أنا أعتقد أنه فيلسوف من الطراز الغفيع لا يقل عن أفلاطون وعرسطن لذلك خصه الإمام علي بن موسى الرضا لها تتم نعم لها تتم تطول بقي معه وتعشى معه في تلك الليلة وبقي يقيم أياما في خلاصان يتعلى من الإمام الضبع سلام الله على الإمام الضبع الآن ما قلناه في نهاية الجزء الأول ما قاله أنريمان روما أن القرن الحالي والعشرين هو قرن الأديان بامتياز ولا يمكن أن يكون سلام دون حوار تقييمك لحوار الأديان الحالي البعض ربما يسميه بحوار الطرشان أنهم يدخلون ثم يخرجون كما دخلوا ولا يوجد هناك مخرجات حقيقية هو حوار يراد منه الصورة الجماعية التي تكون في النهاية وهذه البروتوكولات المعروفة طبعا حوار الأديان في القناة وشين ضروري لأن العالم كله اكتشف أن أهم جزء مكون للهوية الفردية أو الهوية المجتمعية هو الدين مهما حاولنا الانفصال عن الدين سنرجع إليه لذلك أوروبا اليوم الاتحاد الأوروبي من الوسائل التي طرحت كطريق طوق نجاة لإنقاذ الاتحاد الأوروبي هو إرجاع هوية أوروبا المسيحية مهما اليوم العالم التفت أن الدين لا يمكن أن يتخلص منه فلذلك الحل ما هو الحل أن يكون لك حوى منطلقه ديني وهو ما يصطلح عليه بحوار أديان فكلامه دقيق طيب ودقيق جدا ولكن ليست هذه المؤتماعات التي تعقد طيب لأنها تفقد الشرط الذي أنت أصرت عليه ويصرح طيب مجرد مجاملات وتشريفات أكثر ولكن هذا القول لم يأتي جزافا إن سلمنا بدقته كما قلتم عندما يقول إن القرن الـ 21 قرن الأديان بامتياز لابد أنه لديه متكأ لديه رصيد بنى عليه هذه النتيجة هل ترى أنه فعلا هذا القرن هو قرن الأديان بامتياز خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذه النظريات والفلسفات القائمة على أساس ما بعد الحداثة وفكرة طرد الله وفكرة إيجاد منهاج أخلاقي ويتم الاستغناء عن الأديان وأنت تعلم أن الدفع صوب هذا الموضوع هو دفع قوي وله ترويج وله إعلام ولكن كله سقط في الماء فوكرياما كان من أبرز من صدر هذه الفكرة وروج لفكرة نهاية التاريخ والإنسان الأخير وأن البشرية بلغت أعلى مرتبة في الكمال أنه أعظم منتج هو الليبرالية والرأس مالية بالنتيجة كل هذا سقط في الماء الآن إما أن يوجد بديل جديد الذي هو مفقود أو الرجوع للقواعد الأصير وهو الدين وتوجه العالمي اليوم كله نحو الدين لذلك أين في الأحداث الأخيرة منسوب استعمال المفردات الدينية وتوظيف النصوص الدينية عند الغرب أكثر بكثير من قبل عشر سنوات لذلك القضية في تصاعد لتصاعد سريع ومخيف لأنه كما أن القضية فيها جانب إيجابي لأن هناك جانب سلبي لا ننسى الحروب الصليبية وما فعلت بالمنطقة لطيف هذه المساحة الزمنية وانطلاقاً مما استشهدتم به أن وسائل الرصد خاصة في مثل هكذا أمور يتم الاعتماد على المكالمات الهاتفية وورود بعض الكلمات يعني إبان فوران الإرهاب وجدوا أن مفردات العنف الإرهاب القتل هي الأكثر شيوعاً بالاتصالات لكن الآن وردت مسألة الدين والله بكثرة هذا يعني أنه فعلاً هناك قفزة في الوعية صوب هذا الموضوع لا مقدسات في الحوار ربما البعض يضع هذه قاعدة للبدء في الحوار يعني مسألة ربما تقتحم موضوع الموضوعية إن صح التعبير أو مفردة الموضوعية جميل هذه لابد أن نقف عندها مطولة لا مقدسات طبيعي أنا عندي مقدسات وأنت عندك مقدسات أخرى الآن هل أنا أستطيع أن أفرض عليك تقديس مقدساتي وأنت في المقابل تفرض عليك تقديس مقدساتي إذا انتهينا إلى هذه النتيجة أنه إذا سندخل في الحوار كل مننا يقدس مقدسات الآخر لن يكون هناك حوار لأن المقدس هو الشيء الذي هو فوق النقد وفوق المناقشة فإذا وضعت كل أفكاري أنا مقدسة وأنت أفكارك مقدسة ففيما سنتناقش نعم لا مقدسات يعني كل شيء قابل للنقاش ولكن نزولها عن القداسة لا يعني هدكة وإنما تبقى في إطار الاحترام لذلك كل أسلوب الحوار مهم هي ليست مقدسات كنتيجة أولية ولكن هي أمور محترمة إلى أن نرى أين يمضي بنا الحوار المثال الذي ضربتمه في الجزء الأول أن الله سبحانه وتعالى حاور إبليس بالتالي هذه الذات المقدسة الله لكنه حاور إبليس لم يقل إبليس كذا وكذا ولم يكون لنا مباشرة نعم ولكنه أقام عليه الحجة أقام عليه الحجة إذن أحترم ما لديك ولكن أعرض حجتي وأن تحترم ما لدي نعم طيب نحتاج إلى أن نخلق وعي داخل حدود شخصية المسلم إزاء الحوار يعني نحن مجتمعات ليست مجتمعات أحادية لذلك الدراسات تقول أن المجتمعات التعددية في العالم المتقدم هي أكثر أمانا هذا يعني أن منسوب الوعي في الحوار منسوب عليه لأن الحوار من شأنه أن يذيب أي حاجز نفسي الآن أنا إذا كنت في مجتمع متجانس لا يوجد أي مختلف أسمع بالمختلف المختلف الديني المختلف المذهبي المختلف القومي العرقي لكن لم ألتقي سيكون هناك حاجز نفسي بيني وبينهم بمجرد أن ألتقيه ستكون هناك نفرة لذلك نذكر مثلا في خصوص الشيعة ماذا كان يحاك حولهم النصاطير بعض المناطق في الدول العربية كانوا يظنون أن للشيعة ذيول كأنهم كائنات من كواكب أخرى نعم لكن لما أنت تلتقي بالمختلف وطراه يوميا وطرا اتساع دائرة المشتركات فيه النتيجة أنه لن يبقى أي حاجز نفسي بينك وبينه وبالتالي ستقبل أن تتحاور معه الطرف الآخر الذي يعيش في مجتمع متجنس أصلا سيرفض الحوار لأنه أصلا لا يراك موجودا وتعود أن يرى المتفق المشترك النسخة الأخرى منه ولا يرى أحد آخر لذلك المجتمعات الأحادية دائما ما تكون نزعة التطالب فيها كبير حوارنا في حلقة الحوار ضمن برنامج حوار حسن انتهت شكرا جزيلا لك سباحة الشيخ أحمد سلمان مدير مركز أهل البيت للدراسات في تونس شكرا لك حياكم الله شكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين نلتقيكم وحلقة جديدة في أمان الله اشتركوا في القناة